هذا وقبيل ايام من حلول الذكرى الاولى للهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة وفي اطار محاولة تخفيف المعاناة على الغزين تواصل قافلة تحيا فلسطين التي ينظمها عضو مجلس العموم البريطاني جارج جالوي رحلته الى القطاع المحاصر محملة بمساعدات طبية وغذائية كانت القافلة قد توقفت هذا الاسبوع في العاصمة السورية دمشق والعاصمة الاردنية عمان في طريقها الى لبنان ثم مصر لعبور الحدود الى غزة عند معبر رفح في السبع والعشرين من ديسمبر الجارية